بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد واتشرف بتواجدي معكم مرة أخرى الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى في هذه الجلسة عن بعض الخطوات المساعدة لإدارة الغضب لذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه إدارة الغضب عند المراهقين في المدرسة الغضب شعور طبيعي عند أي شخص ولكن تزيد حدته عند الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وذلك بسبب صعوبة التحكم بالاندفاعية مما يجعل المشاعر القوية كالغضب تتحكم بتصرفات الشخص إذن الغضب شعور طبيعي ينتاب أي شخص وربما يكثر لدى الأشخاص المراهقين بالتأكيد ولكن الأطفال الذي لديهم اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه من أهم الميزات والخصائص التي لديهم لديهم فرط حركة واندفاعية كذلك لديه اندفاعية كبيرة فعندما يصاب بالغضب بالتأكيد سيتحكم في جميع تصرفات هذا الفرد زائد أنه لا يدرك ما هي العواقب في كثير من الأحيان على التصرفات التي يقوم بها لا يدرك كذلك السلوك الخاطئ أو حتى الذي يقوم به هو قام بسلوك خاطئ في حالة الغضب وحتى إذا لم يكن في حالة غضب الأطفال لو يفرط حركة وتشتت الانتباه لا يوجد لديه وعي وإدراك بالسلوكيات التي تصدر منه فكيف إذا كان مصحوبا كذلك بغضب بسبب الاندفاعية العالية لديه ويكون مصحوب الغضب فإنه سيتحكم بتصرفاته وزيد على ذلك عدم قدرته وتقديره لنواتج هذا العمل المخاطر التي سترتب على هذا العمل الذي يقوم به فإنه بالتالي يتحتم عليك كل من يعمل سواء معلمين أولياء أمور إخوة لهؤلاء الأطفال والمراهقين كذلك معرفة بعض الطرق التي تساعد في إدارة الغضب والتعامل معه بالطريقة الصحيحة هل أنت بقوم برفع الصوت؟ أقوم برفع الصوت تجاهها حتى لا يقوم بإذا بقيت أخواني بقيت زملاء الآخرين هل هذا هو التصرف الصحيح أم لا؟ سنلاحظ من خلال هذه الشرائح سنتستعرض بعض الطرق لإدارة هذا الغضب لهؤلاء الأطفال فتجد الطالب يصرخ ويرفع صوته أو يشتم أو يرمي الكتب هنا بعض الخطوات لمساعدة الطالب على إدارة الغضب اجتمع مع والديه لعمل خطة للتعامل مع غضب الطالب إذن يجب أن نجتمع مع والدي هذا الطفل ووضع خطة لأنه بالتأكيد الغضب بسبب الاندفاعي التي لديه هو لديه هذه المشاكل الغضب ستصبح في جميع البيئات سواء في المنزل أو حتى في المدرسة فأنه يقوم بوضع خطة لإدارة هذا الغضب لهذا الطفل والمراهق كذلك من ذوي أطراف فرط الحركة وتشت تنتباه ونؤكد دائما على أنه يقوم بالكثير من السعوكيات بسبب مشاكل خارجة عن إرادته مشاكل تحدثنا في أول حديثنا أول جلساتنا أنه لديه مشاكل في الدماغ التواصل بين أجزاء الدماغ الفصل الجبهي المخيخ العديد ربما حتى إلى خمس إلى ست مراكز داخل الدماغ توجد فيها مشاكل قصور في النمو صعوبة في التواصل في بعض هذه الأجزاء ربما هو معقد وداخل في المجال الطبي ولكن هي في الأخير التي تحدث لدينا هذه المشاكل مع هؤلاء الطلاب والمراهقين لو يطران فرط الحركة وتشتت انتباه فبالتالي عندما يقوم بتصرفات نحن لا نقول أنه يقوم بهذه التصرفات بسبب أنه جالس يدلع أو شاف الناس كتناله وقام يتصرف بهذه التصرفات لا هو يقوم بها بأسباب خارجة عن إرادته هو ليس كأقران العاديين والأطفال الأقران العاديين الذين ليس لديهم طران فرط حركة وتشتت انتباه فهذه الاندفاعية سمة مميزة في قدرات وخصائص لو يطران فرط الحركة وتشتت الانتباه أطلب منه الذهاب إلى مكتب الإشراف عندما تبدأ أزمة الغضب ليهدأ ويتحدث أو يجلس بهدوء كي تمر الأزمة بسلام إذن عندما يقوم برمي الكتب الغضب رفع صوت بصوت عالي لا أحاول بالتأكيد الغضب لديه سيكون بدرجة عالية لا أحاول أن يقول لا لازم يتأدب جو الفصل يتأدب أنه يقعد هذا لا هنا شعور لديه عالي جدا الغضب يسيطر على جميع التصرفات والانفعالات هذا الطفل والمراهق كذا كذا ويطران فرط الحركة وتشتت انتباه أطلب منها الخروج الذهاب إلى مرشد الطلابي الذهاب إلى لدينا في البرامج لدينا معلم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه كذلك يجلس يهدأ حتى تمر هذه الأزمة بهدوء وسلام كذلك تفهم سبب غضب الطالب هل هو بسبب الفشل في اختبار تنمر بعض الزملاء عليه التخاصم مع أصدقائه إذن يجب علي أن أتفهم السبب الذي أدى بهذا الطالب للغضب هل هو سبب حتى ربما يكون منطقي ولكن الغضب غير صحيح ولكن يجب علي أن أتفهم هل هو كان بسبب فعلا منطقي أو بسبب من غير سبب بمعنى قام بالغضب أو سبب التافه جدا أتفهم سبب هذا الغضب ربما بعض زملائي بسبب كثرة الملاحظات أحيانا من المعلمين انتباه ركز بعض الطلاب قلوا غبي ما تفهم مخروش بعض العبارات بين الطلبة تجري بالتأكيد بين هؤلاء الأطفال والمراهقين كذلك أدت به إلى هذا الغضب فأحاول أن أفهم ما هو السبب لأقوم بمعالجة هذه الأزمة أشرك الطالب مع زملائي في جلسات تأمل وتدريب لإدارة الغضب جلسات تأمل وتدريب بمعنى نجلس مع بعض وداخل الفصل بمعنى داخل الفصل نتحدث عن بعض السلوكيات أو الغضب من جميع الطلاب يعني لو ما أقولوا ما رأيكم بالغضب هل الغضب صحيح؟ ربما المفاهيم صعبة بالنسبة للأطفال والمراهقين ربما أسهل إيصال هذه الأفكار ولكن أقوم بعرض مواقف سلوكية من خلالها ما هو التصرف الصحيح ما هو التصرف الأمثل عندما يقوم زبلائك بضربك التنمر عليك أخذ بعض أغراضك على سبيل المثال فشل في اختبار على سبيل المثال هل يؤدي بك إلى الغضب؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ إذن إذا أصبح لدي بعض هذه الحالات يعني بعض هذه المشاكل مثلا إما فشل في شيء ما أو مشكلة مع شخص آخر اجعل الطالب يسأل نفسه ما الذي جعله يغضب فبهذا يستطيع حل المشكلة إذن خصوصا هي لدى المراهقين لديه إدراك أكبر أو مقدرة على هذه الخطوات أنه أسأل نفسك ليش أنك تغضب يعني هل ما حد ما حصل أني مثلا ما حليت الاختبار زين ليؤدي به إلى الغضب وهذا التوتر وهذا الاحتقان أم لا اجعله بمعنى يدرك سلوكياته نحن نسميه وعي سلوكي بتصرفاته إدراك أكبر بالتصرفات التي تصدر منه ولماذا قمت بهذا التصرف وهل كان صحيحا وهل يستدعي مني هذا الغضب والاندفاعية أظهر للطالب بعضا من الاهتمام والاحترام ومن ثم اسأله إذا كان يريد الحديث عن سبب غضبه إذن أضل للطالب بعض الاهتمام وأنك مهتم للمشكلة التي هو فيه ثم سؤال في معاونه كيف نحل هذه المشكلة وكيف يهدأ يعني ما أجل للطالب هذا وشو يعني الله أكبر وشو قال لك كذا بس قال لا تحاول أن كأنك يعني لا تهتم لهذه الاهتمامات الشديدة جدا وقدت به إلى هذا الغضب الشديد أنك كأنك تقول هي بالتأكيد غير مهمة بالنسبة لك وبالتأكيد هي للجميع لكن هي كانت تشكل محور يعني اهتمام شديد لدى هذا الطالب فيجب أن أهتم باهتماماته وكأني أدخل في علاقة مودة وحب بين هذا الطالب واهتمام لكي يستجيب ويتلقى هذه التعليمات التي يقوم بإعطاء إياها وأنه يجب عليه في المرات القادمة التصرف بهذه الطريقة بهذا الأسلوب ليتلقى هذه التعليمات ويستجيب لها ويقوم بتطبيقها هو بالتأكيد سيمر بحالات أخرى وسيغضب وسيغضب مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكني أحاول إدارة تقليل مرات الغضب تقليل حدة الغضب كذلك لهؤلاء الأطفال المراهقين من ذوي فرض الحركة وتشتت الانتباه إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا عن بعض الطرق والأساليب التي تساعد في إدارة الغضب لهؤلاء الأطفال ذوي والمراهقين كذلك ذوي طراب فرض الحركة وتشتت الانتباه كل المحبة والشكر والتقدير لكم على مشاهدتكم لهذه الجلسة آملوا أن تكونوا استفدتم منها الاستفادة القصوى التي تساعدكم في التعامل مع طلابكم مع ابنائكم من ذوي طراب فرض الحركة وتشتت الانتباه طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر